شعبك نعم ايه؟ مش محتاج توصيله؟ ايه ده؟ رحيم السيوفي؟ الله، وانت تعرفني؟ ده انا بحبك جداً ده انت مكسر الدنيا انا فانزي ليك على فكرة انت ومو صلاح ده انت طلعت حكاية بان عليك بركب بركب فين؟ هنا هو؟ اه انت عربيتك؟ اه ما شاء الله حلوة؟ حلوة قوي اركب مركبش ليه؟ ده انا بحبك جداً ايه ده عظامته ده؟ هو ده الخطف؟ طب المطوع دي يجي بتاقى ليه طيب؟ بتكلمته في التليفون ألسى على عظامته عماد هو اللي بعتك بالموبايل ده ليه في الاسم؟ احبك جداً على فكرة وانت كمان تتحب بالصراحة حبيبي بس احيز اقولك على معلومة تعرف ان انا مدام وصلتلك؟ تبقى ايامتك ايامت فاتكلم عصلك طب ما تقوم ايامت؟ هو انت متصور ان انا خايف منك؟ نيجو الوحش ما بيخافش معروفة؟ ممكن تقول علي يا مكنون اهبل ازاي مش خايف من رحيم السيوفي؟ بس انا كده اصلاً انا رضعت الخوف ده من صدر امي من زمان من ايام ما كنت بيبي اه اه فزي ما تقول كده اتعودت عليه و جدتي نحزت و ما بقىش يفرق معا وبعد انا انا هخاف منك ليه؟ هتعمل لي ايه يعني؟ هتضربني؟ اضرب انا بحب الدرب جداً على فكرة جداً و غفرت علي تعب سيلي جاية ده انا بقول شاعر الله عليك يا ميجو يا مشعارة بس عشان ريحك و اثبتلك في نفس الوقت ان انا لا خايف منك ولا خايف من عمد؟ اه عمد هو اللي قال لي اعمل كده و خليك تعمل ايه تاني؟ وهو عمل كده ليه؟ و خليك انت تعمل كده ليه؟ و خليك انت تعمل كده ليه؟ حشان خاطر الفلوس؟ ها كنت عاوز اسلك منه كان باك و كده اتلع بيه من نفسي و اتشبرق بيه و بعدين كنت عاوز اسطر اختي في الحلال بدل ما تمشي شمال ولا كم انت هيرديك؟ انما هو ليه يعمل كده؟ انا ماليش ان انا سهلوى باشا ماليش؟ انا بربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه هو يقول لي اعمل و انا نفس على طول بقولك يا ميجو كلمة في التليفون هددها ميجو يتكلم في التليفون اشتري بودرة يا ميجو علشان نحطها لها في مكتبها و نلبسها قضية ميجو يشتري على طول اقتل يا ميجو ميجو اقتل لمية لا القتل ماليش فيه دي صرف دعمات لكن انت بقى هاوزني روح اسأله واقول له انت ليه بتعمل كده في الست اللي انت حطت عينك عليها و عاوزت تجوزها ده جنان اصلا انا مالي بقى يا راجل تسجن واحدة وتعيشها في رعب و فيه الاخر تقوله انا مالي وايه يعني لما تترعب لها يومين ما يتقوله عمرها عايشة في العز لعمرها كلت من استبالها ولا نامت في الطل عريانة في عز البرد وبعدين اللي زي الدكتورة دي ما بيتحبسوش كتير بيخرجوا على طول مش زينا احنا لما بنتحبس بنلبس بس مش عشان خرجين لا عشان دخلين حتى انت يا رحيم بيه حتى انت كمان نش زينا لو كنت في يوم قرصك الجوع قوي كنت اعتبع على استعداد انك تعمل اي حاجة اي حاجة حشان تنفخ بطنك والسلام يمكن تحس بالشبعة يبقى ما تعرفنيش يا ميتم انا كل اللي انا فيه ده كان سبب عرص الجوع بس الفرق اللي بيني وبينك ان انا مفيش طوق منفوف حوالين رقابتي والنبي ما تحسسنيش انك بتتكلم مع كريمي بيوختك مفيش مخلوقة خلق على وجه الارض دي مفيش طوق حوالين رقابته بس فيه ناس بتختاروا بمزاجها وناس بيتلفلها غصب العنا كلامك حلو يا ميكوا الله مش كلامي لازم يبقى حلو بس احنا بقى محتاجين نكمل الكلام ده في حتة تانية يلا يلا نركب العربية الجميلة اللي انت بتحبها ها ماشي يلا ايه يا دودو ايه ده احنا هلنام بدري ولا ايه؟ الساعة بقت واحدة اه يعني هو بدري جدا على فكر داليا احنا هنفضل كده؟ مش فهمة اصدق ايه يعني؟ لا انت فهم هنفضل كده متجوزين مع وقف التنفيذ داليا انا بحبك بحبك وكل امل من الدنيا انك تحبيني وخمس الحب اللي بحبه والك احبك فاية علي قوي وكتير كمان كله عايزه انه اشوف عينك لامعة حب اسمع من الكمال بحبك مكلمة في الوقت ده محظوم زين ايه مين؟ رحيم؟ مين اللي معاه؟ لا 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 لا، ما تبلغش البوليس أنا لازل وحاتصرف أنا يلا رحيم هنا؟ داليا مهما حصل ما تحركش من مكانك هنا مفهم؟ إيه؟ أنا قلته ما يصح الشجيلك بيتك متأخر كده ويدي فاضي إيه؟ مش عارف مين ده؟ ده ماجد ماجد محسن ميجو آه قاسف ميجو انت بتقول إيه؟ ومين ده؟ تا مين يا ابني؟ أنا مين يا عماد بإيه؟ انت مش فكرني ولا إيه؟ أنا ميجو ده حنضفنينه سوا بص الصراحة أنا لبستك أنا قاسف الشهادة لله هو بيحبك قوي هو في الأول قاعد يلف ودور ويقولي شعر مش كده ميجو؟ أيوة أيوة بس في الأخر بقى جمعة سكة وقالي على كل حاج فضالة مامد فيه إيه؟ طلعت فوق إيه داليا إيه؟ هو أنت مش عايز مادام داليا تسمع اللي بيتقال؟ قل لهم يا ميجو على الأول تقولي رحيم اللي بيني وبينك داليا ما نهاش دعوا بيه مين الواجل ده؟ فعايز إيه؟ ما تتكلم يا ماجد؟ قل لها مادام داليا إيه اللي ودك الاسم في اليوم اللي اتبعت لها فيه الموبايل في الحجز؟ آه نسيت أعرفكم ببعض الأستاذ ماجد محسن مشغل في مصنع الأستاذ أمات مشغل سرق بالإكراه وبلطلي وديلر على قده ولما سألته أنت اللي قتلت لامية قال لي لأ قال لي أن الأستاذ عماد كان هو اللي وراء قتل لامية أنا مش فهم حاجة أنت تقصد أنه هو اللي داليا أنت لو ممشيتوش من هنا دلوقت أنت وهو أنا هقتلكم طعم ماذا تتجننت؟ ليه؟ يجي نام في كده؟ مسجون سابق ومسجل خطر بيجي معلية في بيدي ده حتى القانون في صفي أيوة، بزارة عايزة أفهم انت كنت بتعمل إيه في الاسم؟ أنت اللي دخلتلي الموبايل؟ آه يعني عماد هو اللي بعتك؟ أيوة بقول لكم إيه بأعراقات بقول لكم إيه أكبرات البلد محدش فيكم يتحرك لأحسن والمصحف أقطع لكم الرعبة البضا الحلوة دي أنا كل اللي أنا عاوزه إن إنتوا تخرجوني من مشاكلكم عشان إيه معروفة معروفة هاوي الكبار لما بيضربوا فقط نفيش غير إحنا بس الصغيرين اللي بنتسحل وبنشيل الليلة كلها أيوة، إنتوا كنت بتتصل بي أنا مستحيلة على صوتك أيوة يا دكتورة أنا اللي كنت بتتصل بقوامل من عماد بيه مش كده عمدا بيه؟ عمدا بيه يقول يتكلم ميجو يتكلم اشتني بودرة ميجو يشتني ها؟ بالآخر عماد بيه هو اللي ملبسك القضية كلها يالله بقى طب اهدى يهدى يا مجد اهدى وشوف انت هتقذي مين دلوقت عارف عارف يا رحيم بيه عشان كده بقول لكم خرجوني من مشاكلكم دي أنا كل اللي أنا عايزه إن أنا ألح أصرف للكم ألف كليل اللي أنا خدتهم من عماد بيه بعد كده بقى أعيش أموت مش فنع معايا المهم إن أنا هاتمتع بالفلوس ولازم أخرج من قينا سليم يعني ماذا؟ هو اللي حداني المحمدار يا داني مش وقته أنا بحكيني كل حاجة بعديد حداني أول مصر ماجد 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 فهمي فهمي دلوقتي سبب مشاكلنا أنا وإنت رحيم يعني لو قتلته هتتحل مشاكلنا ماذا؟ شوفوا أنا وأنا بحب بس ماشي يا قلبي حاضر حاضر داليا؟ ماما! مالك العبيضة فيه يا داليا؟ مالك بسّ عببتي يا حاب زيك الحاب لما دقيت بيها الدنيا ما لقيتش حد قدر أكلمه غيرك انت وانا عملت بأصلي وجيت لك يا سيد اتفضل ايه ماشي على طول كده خسنت كل حاجة على حاب كل حاجة تحت جهاد الوقت يا لما عرفت باللي حصل لي قيت أخوها الوقت بيكلمني وبيقول لي انها ثابت الشقة وعايزت تطلق شكلك زعلان عليها قوي انت اللي عملت في نفسك كده يا سيد رخصت نفسك مع اللي يسوى واللي ما يسواش مع اني حاولت أعمل منك حاجة بس انت صممت تكون ولا حاجة بحقك بحقك تبكيت فيها زي ما انت عايزة بس عايزك تعرفي انا جاوزت بسببك اه كنت عايزة أغيزك وغيز أهلك وخلاص وانت فاهمة أرحاب عمرونا كده عمر ما فكر أتجاوز عليك يا أبدا بتغزني؟ بتغزني أنا؟ بعد كل اللي استحملته منك السنين اللي فاتت دي بتغزني أنا يا سيد؟ على فكرة بقى انت اللي تعب نفسك بتجري ورا حاجات عمرك ما هتوصل لها قول لي وصلت لإيه في الآخر قول لي مش حاجة حاجة للوقت غير أنا أغلع في عماد ولا حميت أمي ما أنا سايبه في الأول رحيم ودلوقتي عماد هو فيه إيه؟ انت إيه ما بتزهقش؟ حابب طول عمرك تعيش في حرب مع البشر؟ طب لحد إمتى يا سيد؟ لحد إمتى وياريتك بتكسب؟ على طول خسران عارف بقى؟ بلولا إن أنا بقي على العشرة وإنك أبو عيالي ووقفتك معايا زمان؟ كنت خسرتني أنا كمان يا سيد لا أنت الخسرة اللي معرفش عواضها يا رحيم يا سلام بتقول كده بعد كل اللي عملته معايا يا سيد؟ حقيقي على عيالي طب بص بقى يا سيد لو أنت بجد مش هيستخسرني كيف هي قوي لحد كده؟ ارجع بقى لبيتك وعيالك وده آخر كلام عندي على فكرة حاضر حاضر يا رحيم خلاص بقى؟ فلت منها ابن الإيه؟ عمل إيه؟ هو اللي بلغ الموليس بنفسه وقال في النيابة أن الوات دخل عليه بغرض السرق أو القتل قال إيه؟ عشان كان عاوزة ترده من المصنع ومقالش عني حاجة؟ ولا كلمة وطبعا شهادة كل اللي موجودين في الفيلا أكدت كل كلمة قالها إن الوات ماجد كان لوحده جوه الفيلا بس ده كان كده ممكن يلبسك قضية واللي أنا مستغرب له إن كاميرات المراقبة اللي موجودة جوه الفيلا أكيد صورتها كنت داخل بالوات وطبعا قال له من الكاميرات ما صورتش بالوات